خلال هذا الدرس سنتعرف على الاريز أو المصفوفات فالبداية منك يا صديق العزيز انك تركز معي وياميد أهلي وسهلين الاريز أو المصفوفة بعلم الكمبيوتر بشكل عام هي عبارة عن نوع من أنواع تخزين بيانات شو يعني؟ خليه بسط لك الموضوع أكتر تخيل معي لو انت عندك مجموعة أقلام ودفاتر وكتب ولابتوب وبدك تاخدهم كلياتهم وبدك تروح فيهم للجامعة على سبيل المثال فالشيء المنطقي انك انت تاخد هاي الغراض كلياتها وتخطها بقلب الشنطة وبعدين تمسك الشنطة وتروح فيها للجامعة لانه مو من منطقي انك تحملهم كلهم بيدك وتمشي فيهم فالاريز هي الشنطة اللي بدك تخط فيها أنواع الديتا تبعك فنحنا بالدروس الماضي اتعرفنا على الـ variables وانه الـ variables من نعرفه ومنحط بقلبه قيمة والقيمة هي لها type اخذناه بدرس الـ data type فعسبيني مثال او انا عندي مثلا هوني first name عندي متغير اسمه first name بحط بقلبه مثلا انا اي اسم بديه طيب لو نفترض انه انا عندي بالبرنامج او عندي بالموقع بدي احفظ اسماء المستخدمين مثلا تبع الموقع تبعين فاكيد ما هعمل انا لو نفترض انه عندي انا مثلا مستخدمين فحقول first name او حقول انا username 1 يساوي يمان مثلا let username 2 يساوي احمد فاكيد ما هو منطقي لو انا عندي 100 الف مستخدم او اتكرر هذا المتغير اكتر مرة صح وطبعا انا ما في اني حط اكتر من قيمة بداخل متغير واحد طيب شو الحل لهذا الموضوع؟ الحل انه نحنا نستعمل الـ array طيب كيف نستعمل الـ array؟ الموضوع جدا بسيط وسهل بس اول شي تعمل متغير او تعطي let اللي هي تسمي اي اسم بالدكية بتقول مثلا user names تمام؟ وتحط يساوي هلا كيف انا بديقول انه هذا المتغير هو عبارة عن مصفوفة بس بحط القوسين تبعات المصفوفة هلا هون انا صار بامكاني اني حط اكتر من قيمة فاول قيمة عندي اها كان انا يمن بحط يمن هون بعدين بحط فاصلة وبحط القيمة الثانية اللي هي احمد تمام؟ بعدين بحط فاصلة وبحط القيمة الرابع اللي هو عمر بعدين كمان بحط محمد مثلا فبكل بساطة انا هيك صار عندي مصفوفة من الاسماء وهي بالاصل اذا يعني بدنا نشرحها اكتر فانا عندي Array of String مصفوفة من مصفوفة من مصفوفة من مصفوفة من طيب حلو كتير لو جربنا نحن على سربيل المسالجي نعمل log user names تمام؟ ونعمل save ستلاقي انه عندي الارray بهذا الشكل او الكونسول عرض ليهم بهذا الشكل عبارة عن مصفوفة name احمد او يمان احمد عمر محمد طبعا اذا تنزلوا هيك بتلاقي انو اضطرها كون 0123 طيب انا كيف بدي اجيب القيمة بحد ذاتها اذا انا بدي اجيب يمان هي نفسها اول خاني اول خاني التاني اول خاني التالتك شو بدي اعمل؟ بكل بساطة لحتى تأكسس على واحدة من هدلون الخانات لانه هدلون كل واحدة من بيناتهم خانة هي خانة وهي خانة وهي خانة وهي خانة طيب لحتى تأكسس على واحدة من بيناتهم اول شي بتكتب user names ثم تحط قوسين المصفوفة ثم تحط الرقم الخانة وهذا الرقم نحن نقول عنه الاندكس شو الاندكس تبع يمان؟ الاندكس تبع يمان او اول خانة هي بيأتي الصفر دائما الاندكس بيبلش من الصفر هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة فلو انا بدي اعرض الخانة الاولى فهيقول له صفر طبعا نحن اذا امكان انه نضيفها بقلب الكونسول.log نلوغ او خلال نعمل لوج هون ونعمل save فحلاي انا عرض لي هو فورا يمان طيب لو قلت له انا مثلا واحد هيعرض لي احمد لو قلت له اثنين هيعرض لي عمر هاي اثنين هاي صفر وهي واحد هاي اثنين لو قلت له ثلاثة هيعرض لي محمد ومثل ما شفتوا انه هون بالكونسول قال لي صفر واحد اثنين ثلاثة وثلاثة بالضبط طيب لو قلت له اربع ما انه اربع موجود عندي شو هيطلع لي هيطلع لي undefined ما له موجود يعني مثله مثل كأنك انت عرفت متغير مثلا user name او او اي اسم user name ثلاثة بهالطريقة هاي بدون تعطي اي قيمة فهو ما لقى اي قيمة لالخانة رقم الثلاثة فقال لك هو عبارة عن undefined فبهالطريقة انا بستخدم الاري بالجافا سكرت مجرد انه بجيب متغير مثل ما بعرف اي متغير ثاني ولكن الفرق هون انه انا بحط اقواص المصفوفة وبصير بحط القيم واحدة ورا واحدة ولكن لا تنسو انه كل القيمة منحط بينها وبين الثانية فاصلة ممكن انا كمان زيد خانة واحدة جديدة وحطها على سبيل مثلا رقم واحد حتلاقي هو عرض لي واحد ممكن انا احط اكتر من قيمة او اكتر من انواع مثلا انا ممكن احط true وخلينا نعمل خمسة خلينا نعمل خمسة نعمل سيف حلاقي عرض لي true فانا ممكن انا احط فيها اكتر من قيمة مختلفة طيب عظيم جدا خلينا نحنا مجمان تخربط نشيل هدلون اخر خانتين ونخلي هدلون نخليهم مثل ما هنين طيب اوكي هذا طلال اندفان خلينا نحط ثلاثة هون طيب حلو كتير لو على سبيل المسال انا حبيت اني مثلا غير الخانة اهي مثلا مثلا هم مكتوب احمد انا بدي اغيرها لشيء تاني كيف نحنا بالمتغيرات العادية ممكن نعمل مثلا انا هون مسمي first name ممكن انا اقول له first name يساوي مثلا افندي فانا هي كانت اول ما عرفتها كانت هيك القيمة هلا هيك انا غيرتها وفي الاريه نفس الموضوع انت معرف الاريه ما في داعي تعرفها مرة تانية بس بكل بساطة بتجب تقول له user names انهم واحدة بتغير اي خانة بتغير الخانة احمد طيب احمد هي اي واحدة من بناتهم هي واحد صح لانه هي صفر وهي واحد طيب هلا بقول له انا يساوي مثلا شو بدك تحط جواتها بدي حط جواتها مثلا كريم كريم يا رب كنا كتبنا صح save فحلاي انه طبعا احنا نعمل لوج خلينا نعمل لوج مرة ثانية هون حلاي انه اختلفت صارت هاي كريم هون كانت احمد هون صارت كريم فبكل بساطة انا غيرت القيمة الخانة استهدفت الخانة فورا قلت له انه اي خانة بديها وقلت له تساوي القيمة الفلانية طيب حلو كتير متل ما حكينا من قبل نحنا انه الديتا تايبس دائما او المتغير حسب كل نوع يقول له خصائص خاصة فيه يعني على سبيل مثال لو قلنا الفرست نيم دوت كتبت دوت سيطلع لي خصائص خاصة بالفرست نيم او بالسترينج لانه هو من نوع كمان الاري نفس الموضوع لو اجينا نحنا قلنا يوزر نيمز دوت سيطلع لي كتير اصص خاصة بالاري ولكن احنا ما هنفوت عليهم كلهم سنحكي بس بكم واحدة مبناتهم يعني مثلا سنحكي عن اللينس هي عبارة عن بروبورتي موجودة بالاري وهي وظيفتها تقول لي انه قديش طول هاي الاري هاي الاري طولها عبارة عن اربع تمام هتقول لي ما هو بيبلش من الصفر كيف اربع شوف لما بدك تأكسس على الخانة معينة هون بتبلش صفر واحد اثنين ثلاثة اربع ولكن اذا قلت لك شو هو اللينس تبع الاري فهو كم قيمة جواتها وهلا هي كم قيمة جواتها جواتها اربع لو اجينا لهون لديه له لوج بهالطريقة هاي والننوات لديه او سنرى لديهم اي داعي او تبقي او هاي اجيضاء سنرى لديهم اي داعي او سنرى الاري سنقام ستوجد تصلي لي اربع ترى نه طول الاري هو عبارة عن الممكن يخطر ببالك انت سؤال انه ما استفاد إذا عرفت اللينس نقري او اللينس هلها ستستفاد موضوع كتير وخاصة عندما نتحدث عن البروبس دعوني اعطيك مثال صغير مثلا هلأ من اللينس اللينس بتساعدك تعمله ولنفترض أنا بدي أعرض الخانة الأخيرة أو القيمة الأخيرة بداخل القرية تبعي هلأ حاليا أنا بعرف أنه اسم محمد هو الموجود بالخانة الأخيرة صح؟ طيب لو بدي أعرض أنا حاليا اسم محمد بكل بساطة حقل له log حقول user names حقل له عندي الخانة ثلاثة أعرض لي إياها فحلاي أنه عرض لي محمد طيب حلو كتير بس لو أنا مثلا زدت الاسم نور زدت اسم جديد فأنا أعرض لي محمد فصار هذا لم يعرض لي الخانة الأخيرة طيب كيف دخلي دائما أوتوميتيكيا يعرض لي الخانة الأخيرة هون الموضوع بصير إلو علاقة باللينس لحجيب اللينس تمام شير الرقم الثلاثة وحط بداله user names.lens ونقس بواحد هعمل save هلأي نور لو اجيت هلأ أنا حزفت محمد أو نور هخلي محمد ينعرض سايفين نعرض طيب كيف صار هذا الموضوع الموضوع جدا بسيط أنا ما غيرت بشي أبدا نحن حكينا أنه الخانة الأخيرة عندي هون محمد هي ثلاثة صح عندي الخانة ثلاثة واللينس عرض لي أنه قديش طول هاي القرية طيب قديش طول هاي القرية واحد اثنين ثلاثة أربع طيب الخانة الأخيرة يلي هون هي عند أنه اندكس عند الاندكس ثلاثة صح متل مشايفين فلو قلت له أنا اللينس يلي هو أربعة ناقس واحد فهيطلع لي ثلاثة فهيطلع لي الخانة الأخيرة طيب لو زدت أنا هلأ رجعت نور كمان مرة تانية مثلا فهون صار اللينس عنديها واحد ثلاثة أربعة خمسة صح فهي خمسة صارت أو خمسة خمسة ناقس واحد هيطلع لي أربعة فلو عرضت أنا هلأ حاليا أربعة هعمل سيف هلأ اعرض لي مين نور بكل بساطة فهذا هو الموضوع من اللينس مثلا بهالطريقة أنا احسنت أعرف شو هي الخانة الأخيرة طبعا هي الطريقة نستعملها لو نحن ما نعرف هاي الأرأي شو آخر خانة فيها وحكيها كلياتو طبعا هي أحد الاستخدامات طب خلونا نحكي عن آخر فكرتين موجودين معنا إلى علاقة بالأرأي هو إذا كان عندي أنا أرأي فاضية كيف ممكن أنا أعبيها ونحكي عن مثوات أو functions الموجودة بالأرأي مو كلياتو هم نحكي عن تنتين الباقيانين هنحكي عليهم لقدام طبعا على سبيل المثال وان عندي مصفوفة أو أرأي اسمها results وظيفتها أنه يكون جواتها علامات طلاب مثلا واحد يكون 88 واحد يكون اخذ 20 واحد يكون اخذ 100 تمام ولكن هاي الأرأي حاليا نحن عنياها فاضية ما في عنها أي قيمة جواتها حتى إذا نجي على log ونقول results فنعمل حلايا أنه الرأي فاضية اللين ستباح حتى يساوي الصفر كيف أنا فيني ضيف القيم عليها بكل بساطة الموضوع جدا بسيط يعني نفس اللي حكينا عنه من قبل أنت لابد تبدأ تضيف القيم واحد برا واحد او عند الخانة 0 حتضيف مثلا 88 عند الخانة 2 أو الخانة الثانية عند الاندكس واحد مثلا تضيف القيمة مثلا 100 عند مثلا 2 الخانة الثالثة يمكن تضيف 20 حسنا سوف انه فعليا تعبت الرأي عندي كيف انا اعمل هذا الموضوع بطريقة ابسط من الرأي دائما مثل ما حكينا من قبل بالdatatypes انه كل نوع من الvaribles عند يكون له نوع مثلا array string يكون له خصائص خاصة الرأي ولكن حاليا نحن لدينا methods أو functions تساعدنا بهذا الموضوع الى علاقة فقط بال الرأي مثلا مثلا results dot سأستخدم مبناتهم البوش تمام دعنا نعمل comment لهم نعمل حاليا انه رجعت فاضي سأعمل البوش هون كيف كنت نضع 88 تمام هي مجرد تأخذ مني القيمة التي بدي ها بعد نضع 100 20 نعمل save حاليا فعليا عملت لي نفس الموضوع ولكن شو وظيفة البوش وظيفة البوش انه بتضيف دائما على اخر الشي يعني 8 120 لو بعطيها هلا واحدة كمان مثلا ونفترض النارة 70 المفروض تضيف لي اخر الشي هون 70 شايفين ضافت لي بركي انا بدي ضيف شي بالبداية كمان في عنا فونكشن تاني بدالها اسمها unshift كمان هي للأرية unshift مثلا بدي حط 60 مثلا فنتبهوا الآن 80 كانت بالبداية اذا نعمل save حلاقي 60 صارت بالبداية طبعا في عنا فونكشنز كثيرة خاصة بالأرية من بناتهم البوش والأرية اللي هلا شفناهم ولكن في كثير للسلة هنحكي عنهم بفيديوهات خاصة وهذا هو مفهوم الأرية بشكل عام ومنشوفكم بالدروس الجاية سلام شكرا